يصر مستشار الرئيس ترامب على أن الاقتصاد جيد رغم هذا فهناك مخاوف من ركود اقتصادي وشيك فهناك تقلب في أسواق السندات وتباطئ اقتصادي في أوروبا ونمو ضعيف في الصين عندما تتقلب أسواق السندات ويصبح سعر السندات طويلة المدى أقل من قصيرة المدى فهذا يعني أن المستثمرين قلقين بشأن الاقتصاد أخر خمس مرات حصل فيها هذا التقلب تبعت جميعها فترات من الركود لكن ما لا ينتبه إليه الكثيرون هو أن الركود حصل بعد عامين من هذه الإشارات ولم يتبعها مباشرة قضية أخرى أقلقت الاقتصاديين هي حرب ترامب التجارية مع الصين فزيادة التعريفات الجمهورية على البضائع التي تستوردها أمريكا من الصين تؤدي إلى تقليل الطلب عليها وبالتالي إلى ردود فعل مماثلة من الصين ما يؤدي إلى تقليل الطلب هناك على البضائع الأمريكية لكن الإدارة تقول أنها ستربح هذه الحرب وتشير إلى انخفاض في معدلات البطالة وارتفاع في سوق البورصة يصر الرئيس ترامب على أن المشكلة إن كانت هناك مشكلة هي في سياسات الاحتياط الفدرالي لوم الاحتياطي الفدرالي هو مثل لوم الساع على خبر يغضبك فالفدرالي يستجيب فقط للمؤشرات المالية فهو يخفض نسبة الفائدة عندما يحتاج إلى تشجيع الناس على الاقتراض والاستثمار والصرف ويرفعها إن خشي التضخم رغم أن هناك اختلافات حول قراءة المؤشرات الاقتصادية إلا أن ما لا اختلاف حوله هو أن الرئيس ترامب بحاجة إلى اقتصاد قوي وبورصة لم تنهار إن أراد أن يفوز في الانتخابات العام المقبل من الشقاق العربية واشنطن